وفي ملف الاقتصاد وتراكمات الحاجة العامة نشد ذو الأطفال الخاضعين لزراعة الأعضاء رئيس الوزراء محمد شيع سوداني شمول أبنائهم برواتب الرعاية الاجتماعية أسوة بأقرانهم المصابين بمرض السكر لفتنا إلى أن حالاتهم صعبة تحتاج لمعالجات وتحاليل دائمة وتستوجب كل مساعدة ممكنة نظرا لوجود متبرع ومريض من ذات الأسرة وقال لافيف منهم أن حالات أبنائهم تحتاج لرعاية تامة وتوفير أدوية على نحو مزمن ومدى الحياة والكثير منها يتعين عليهم توفيرها من خارج العراق فضلا عن ضرورة إجراء تحاليل دم دورية ومتقاربة لمراقبة أوضاعهم الصحية وتعديل برامج العلاج الخاصة بهم وأشار إلى أن ما يزيد صعوبة حالتهم هو اضطرار ذويهم الأم أو الأب أو الأخ في أغلب الأحيان إلى تبرع لإنقاذ حياة أطفالهم الأمر الذي يزيد العب على الأسرة المعنية ولذلك فهم يناشدون رئيس الحكومة للنظر إليهم بعين العطف والأبوة وشمولهم بوضع خاص يعينهم في محنتهم الصعبة اشتركوا في القناة